فإذا صباحك سعيد وموثق أخبار الصحف كالهذا نرسد فيها الأخبار التي تصدرت الصحف الصادرة نهار اليوم مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري أخبار الصحف نستهل الموعد الإخباري هذا بالنشاط الرئاسي حيث نشرت المشوار السياسي خبرا تحت عنوان خلال اجتماع لمجلس الوزراء رئيس الجمهورية يفصل في ملفات هامة وكتبت الصحيفة ترأس السيد عبد المجلد تبو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالدخول الجامعي والخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي ووفق ما أوردته صحيفة البلاد فإن رئيس الجمهورية وبعد الاستماع إلى عدة عروض من الوزير الأول ووزراء التعليم العالي والتجارة والصناعة واقتصادي المعرفة وجه الحكومة إلى الإسراء في استكمال التحقيقات حول الحوادث الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة وقالت البلاد أن رئيس الجمهورية أمر بإعلام الرأي العام بالحجة الدامغة إلى الشأن الصحي مشاهدين الكرام صحيفة ميديليبغ صلتت الضوء على قرار إعادة فتح المساجد وعنونت نداء لاحترام البروتوكولات الصحية وحسب ما جاء في مقالي ميديليبغ فقد دعت لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الآئمة ومرتادي المساجد والقائمين على تنظيم عملية إعادة فتح بيوت الله دعتهم إلى فرض الاحترام الصارم لتدابير الوقاية وفي السياق عنونت صحيفة الإكسبريسيون ارتياح بعد قرار إعادة فتح المساجد والشواطئ وأماكن التسلية وقالت الإكسبريسيون أن المواطنين يتوجب عليهم تحمل مسؤولياتهم خلال الالتزام اليومي الطوعي بتدابير الوقاية تكتب صحيفة الإكسبريسيون تشجيع تعددية المعلومة من مهام سلطة الضبط هذا ما أكده وزير الاتصال الناتق الرسمي للحكومة عمار بن حيمر وتوقفت عنده صحيفة الخبر وحسب ما أوردته الخبر فإن وزير الاتصال الناتق الرسمي للحكومة أوضح أن سلطة ضبط السحافة المكتوبة ستتكفل بتشجيع تعددية المعلومة والسهر على نشر وتوزيع المعلومة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني تنقل صحيفة الخبر عن وكالة الأنباء الجزائرية وفي ذات الاتجاه صحيفة الحوار سلطت الضوء على استصريحات وزير الاتصال الناتق الرسمي للحكومة وقالت الحوار أن البروفيسور عمار بن حيمر دعا جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر إلى التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة والتي تتجلى في بعض المظاهر من بينها الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة أو اللبس الذي يعتري علاقة العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية حسب ما نقلته الحوار إلى صحيفة المحور التي توقفت عند كلمة قائد المدرسة العليا للمشات والذي حذر من مؤشرات استهداف أمن وأمان الجزائر وعنونت تكوين الخاص بالحروب الحديثة لسلاح المشات بالجيش لمواجهة التهديدات وقالت المحور إن قائد المدرسة أشار لمبادرات الجزائر الرامية لإحلال مزيد من الاستقرار في منطقة لعبة التوترات السياسية فيها دورا فاعلا في صناعة الفوضى ونشوء التطرف والإرهاب حسب ما نقلته المحور إلى خبر آخر لقاح أكسفورد من أرخص اللقاحات هذا ما نشرته صحيفة الموعد اليومي وقالت الجريدة أن الدكتور أحمد محمود سلمان عضو فريق البحث بجامعتية أكسفورد كشف أن تكلفة لقاح أكسفورد ستكون ما بين خمسة وسبع دولارات للجرعة ومن المرتقب أن يكون من أكثر اللقاحات طالبا في العالم بعدما أثبتت التجارب فعالية كبيرة لهذا اللقاح أخبار العالم نستهلها بما نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية والتي قالت أن عددا من الفرنسيين قتلوا بالإضافة إلى مرافقهم بدولة النيجر ووفق ما أوردته لوفيغارو فإن مجموعة مكونة من ثمانية أفراد ستة منهم سياحة فرنسيين لقوا حتفهم بعد تعرضهم لهجوم مسلح جنوب العاصمة الفرنسية النيامي حسب ما أوردته الصحيفة الفرنسية لوفيغارو نختم أخبارنا بما نشرته صحيفة النهار اللبنانية 53 مليون يورو مساعدات مباشرة للشعب اللبناني وحسب ما أوردته الصحيفة فإن مؤتمر الدعم الدولي لبيروت والشعب اللبناني والذي انعقد إلكترونيا أمس الأحد جامع عام 252.7 مليون أورو تقدم كمساعدات للبنان على المدى القريب تقول النهار اللبنانية كان هذا آخر خبر معنا مشاهدين الكرام في عدد اليوم تجدد اللقاء بكم في أعداد لاحقة بإذن الله من قراءة في الصحيفة عودة إليك فإذا الاستكمال ما تبقى من أركاني هذا البرنامج نعم شكرا لك فتحي وسأستكمل هذا البرنامج من الخبر الأخير من الوضع في لبنان سوف نواصل